نروح دلوقتي زي ما كريم بيقول لجريدة الشروق ومرسلتنا نورهان طبعا عشان تابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المختلفة نورهان بيصبح ليك بارك كتير ويجيش معنا سواح الخير طبعا وعايز أروح معاك لأنه فيه منشطات مهمة يمكن خلينا نبدأ بالأخبار وجزء ده أنا وكريم كنا نتكلم عنه كتير جدا وفكرة هنا الدعم المعنوي المنشط بيتحدث بشأنه كيروش بيكلف جمعة والحضري وشوقي بالمهمة المعنوية ده يجل حاجة تانية أيضا اللي معاك من الأخبار اللي لفتت انتباهي وهو تعليق الكاف عن تدافع أو ده للأسف الشديد بحياة يعني مشجعي أو بعض المشجعين في كأس الأمم الأفريقية خلينا نعرف تفاصيل منك تفضل يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان زي ما قلت يا نهواند الحديث عن كأس الأمم الأفريقية يعني مش هينقطع طبعا حتى نهاية البطولة واهتمام الشعب المصري بمنتخب بلاده وأول خبر معنا زي ما قلت من جريدة الأخبار كيروش يكلف جمعة والحضري وشوقي بالمهمة المعنوية المنتخب يستدعي سلاسية شحاته للتحفيز قبل موقعات الأفيال يمكن كارلوس كيروش المدير الفني المنتخب مصر منح السلاسي أعضاء الجهاز الفني إعصام الحضري يوم حمد شاوي والجمعة التحدث أو حق التحدث مع اللاعبين قبل مباراة كوتي فور طبعا المرتقبة في دور الستوشر اللي هيخدها منتخبنا إن شاء الله يوم الأربعاء المقبل السلاسي طبعا نجوم الجيل الدهبي اللي كان تحت قيادة كابتن حسن شحاته واللي حقق ثلاث ألقاب في كأس الأمم الأفريقية على التوالي كارلوس كيروش قال إنه ثلاثة هيكون لهم دور إن شاء الله في تحفيز اللاعبين بشكل معنوي وإن هما إزاي يقدروا يساعدوا الشعب المصري إن شاء الله في المباراة المقبلة أما من موقع يلا كورة كاف يعلق على حادث أودى بحياة مشجعين في كأس الأمم يمكن التقرير اللي ذكروا أو اللي إحنا معانا من يلا كورة قال إنه سبع مشجعين توفوا في أحداث مباراة أو ضمن أحداث مباراة الكاميرون وجزر القمر اللي يمكن انتهت بفوز الكاميرون بهدفين مقابل الهدف التقرير اللي معانا بيقول إنهما سبع أشخاص ولكن تحديثا للخبر هما أصبحوا تمانية صباح اليوم أو في الساعات الأولى من صباح اليوم طبعا حادث مأساوي والاتحاد الأفريقي لكورة القدم قال إنه هو بيتابع بشكل مكسف لطبعا تبعيات الحادث ومحدثات مستمرة مع الحكومة الكاميرونية لعدم تكرار هذا الحادث الأليم ومن جريدة الشروق المغرب تخشى تكرار سيناريو بنين أمام ملوي النهاردة منتخب المغرب هيقابل نظير وملوي في ثمن نهائي البطولة ويمكن منتخب المغرب بيخشى السيناريو أو تكرار السيناريو للبطولة الماضية اللي كان بتصادفها مصر واللي خرج فيها المنتخب المغربي يعني أمام بنين في أيضا ثمن النهائي برقلات الترجيح آخر خبر معنا من جريدة اليوم السابع السنغال في مواجهة مسيرة أمام الرأس الأخضر في ثمن نهائي كأس الأمم يواجه منتخب السنغال النهاردة إن شاء الله في السادسة مساء النظير والرأس الأخضر كمان حابين نفكركم أو تقرير اليوم السابع كتب أن السنغال المنتخب اللي حافظ على شباكه في دور المجموعات سجل هدف وحيد وتصدر بمجموعة وده يمكن حدث جديد على منتخب السنغال في البطولة دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر جريدة الشروق شكرا لكم جدا وعودة إلى الستوديو يعني تخطية برضو أكثر من رائعة من شكرك جدا عليها نورهان شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم